موضوع جميل جدا ومهم جدا اللي هتكلم عنه الرمز ده موجود في كل بيوت المصرية والعالم كله وهي رؤية زيت الطعام في المنام زيت الطعام طبعا بأنواعه هيكون زيت القطن زيت الكتان زيت الزيتون ودوّن من أفضل الرؤية اللي الإنسان يشوفها في المنام أكيد أبو يحيى بيحب يفصل لكم المنامات بالخير طب ليه أبو يحيى بتفصل المنامات بالخير علشان سيدنا النبي قال كده ألفصروا الرؤية بالخير بشروا ولا تنفروا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده بشروا بالخير رؤية الزيت في المنام رؤية جميلة جدا رؤية الزيت في المنام رؤية تبشر بالمال رؤية تبشر بالرزق الحلال رؤية فيها خير كتير قوي 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 على طول أول ما الإنسان يشوف في المنام زيت عنده في البيت أو بيستعمل الزيت يفرح على طول ليه؟ لان اكيد ان ربنا سبحانه وتعالى بيبشر بيقوله تعالى يا حبيبي انا جايب لك رزق في الطريق انا ببشرك بخير هيقدم عليه الله يا رب وعدنا بالخير يا رب وعدنا بالمال الحلال يا رب وعدنا دايما بالبشريات من رب العالمين من الرحمن الرحيم رؤية الزيت في المنام بتدلل على المال الكثير طيب هنا هتكلم اول ما نبدأ هنا نقول من رأى في بيته زيت كتير ايا كان زيت الطعام زيت الطعام زيت الزيتون دا دليل على ان في خير كتير اوي اوي دليل على ان في بركة ومال وصحة وعافية وفرج من رب العالمين